وخايف تحط فلوسك في اي حاجة انت مش دامنها خايف تاخد الارض وتستلت من صحابك عشان تكمل بيتك احنا جبنا لك الحل وعلى رأيي المثل ادي العيش لخبازك مكتب صبري عبد المنعم عبد الواحد حسن والشهير بواجهه السنتيسي للمقاولات العامة والاستثمار العقاري كما يوجد لدينا جميع عنواع مواد البناء شؤا فيلال امارات شاليهاد هدفنا هو التمييز والابداع والابتكار لسنا الوحيدون ولكننا المتمييزون العنوان محافظة البحيرة ضمنهور زاوية غزان لجوار الكبرى الجديد للتواصل والاستفسار والحجز الاتصال على الارقام التالية 0-10 22 0-700 56 للتواصل والاستفسار والحجز الاتصال على الارقام التالية 0-10 22 0-700 56 0-10 22 0-700 57 0-100 456 56 34 0-100 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان ومع برنامجكم الحبيب برنامج نور الحق معكم أنا محمد عطية مشالي وأسعد بالتواصل مع حضراتكم في أي وقت إن شاء الله تبارك وتعالى وإن شاء الله في الحلقة ديت بإذن الله سبحانه وتعالى هيكون موضوعنا هيتكلم عن مشاكل بتخص الناس والناس مجغولة بها قوي المشكلة ديت هتكون عنوان الحلقة كيف نفرق بين الساحر والمعالي إزاي أفرق بين الإنسان والعاذ بالله الساحر وكيف أفرق بين المعالي أولا سبب انتشار السحر إيه الأشياء اللي بتخلي السحر يتملك في البيوت وبيوت المسلمين عامة واحد تفشي الجهل في المجتمع إذا وجدت مجتمع فيه جهل فاعرف إن الموضوع ده هينتشر فيه السحر بكترة يعني إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثت الأنبياء يعني جعل الله سبحانه وتعالى لك رخصة أن تتعلم وحسن النبي صلى الله عليه وسلم على التعلم لأن الله سبحانه وتعالى يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فكلما داد الإنسان تعلما وتعلق بالله سبحانه وتعالى كلما جعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين العبد بصيرا فيجعل الله سبحانه وتعالى كل أشيائه ميسرة تاني حاجة العداول والبغضاء يعني سبب انتشار السحر أولا تفشي الجهل يعني إذا كسر الجهل في المجتمع فاعلم أن الفتن ستكسر بعد كده العداوة والبغضاء وأقول إلى كل إنسان يحمل في قلبه العداوة والبغضاء أقول له اتق الله لأن هذه من الفتن بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عود أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فتصير القلوب على قلبي قلب أسود ونعوذ بالله منهم كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وقلب أبيض فيه سراج يزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض تالت حاجة تسلط الكفار على المسلمين يعني إزاي تسلط الكفار على المسلمين يعني إذا وجدت العداوة والبغضاء من الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكرها في كتاب بدليل قول الله عز وجل وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حتى تتبع ملته يعني إزاي الكافر والعياذ بالله اللي بيكفر بآيات الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء ما عدا الإشراك به سبحانه وتعالى فتسلط الكفار على المشركين يعني إذا جاء الكافر يحاربك في كل شيء فاعلم أنه يريد شيئا واحد اللي هو إيه إيه الشيء اللي الكافر عايزه من المسلم اتباع الملة بعد ذلك انتشار أفقار ضل يعني إذا انتشرت الفتن والأكاذيب فاعلم أن السحر والشعوزة سينتشر في العالم كل إذا انتشرت أفقار ضل فاعلم لأننا في هذا البرنامج بنوجه رسالة لكل الناس إنه لابد أن تتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وتبعد عن الفتن لأن الفتن تأخذ بك إلى طريق الشبهات لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مرة وهو جالس في معنى حديث سدن النبي صلى الله عليه وسلم وخط خطا طويل فقال هذا طريق الله المستقيم وجاء خط خطوط صغيرة بجانبه فقال هذه هي السبل أي إذا اتبعت الطريق المستقيم فاعلم أنك ستنجو مع الناجين وتكون من عباد الله الصالحين وتكون من عباد الله الناجين الذين ينجيهم الله سبحانه وتعالى من كيد الكفار والمشركين خمس حاجة عدم معرفة معرفة خطر السحر على الفرد والمجتمع يعني إزاي سبب انتشار السحر خمس حاجة عدم معرفة خطر السحر على الفرد والمجتمع يعني إذا جئت أيها الرجل ولم تعرف خطر السحر عليك وعلى المجتمع فلابد أن ترجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى بدليل صحرة فرعون يعني حينما وجدوا أن معجزة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أعجزت العالم وأعجزت الصحرة والمشعوزين نعم أعجزتهم إزاي لما رأوا وأمر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون يعني يا موسى لا تخف يا سيدنا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثك بمعجزة أعجزت العالم وأعجزت الصحرة وأعجزت حتى الفرعون لأنك حينما تلقي عصاك تلقف ما يأفكون أي حينما ألقى سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عصاه أكلت وجعل الله سبحانه وتعالى عصى سيدنا موسى أفعى كبيرة أكلت كل الحبال والعصي فحينما خيل لأن السحر معناه التخيل حينما خيل إلى سيدنا موسى من سحرهم أنها تسعى كلنا لا تخف إنك أنت الأعلى لأن الله سبحانه وتعالى بعثك برسالة طيبة ألا وهي أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على نور وعلى بصيرة فحينما بعث الله سيدنا موسى بعثه بمعجزة فحينما يبعث الله سبحانه وتعالى نبي أو رسول يبعثه بمعجزة تعجز قوم فحينما بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى بعثه بمعجزة أعجزت صحرة فرعون فحينما علموا أن ذلك ليس بسح قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بعد ذلك ثانياً علامات الساحر وأرجو من جميع المشاهدين الآن اللي بيسمعوني في بيوت المسلمين وبيسمعوني عبر هذه الشاشة أن يركزوا في الكلام لأن هذا الكلام يكتب بماء الزهب علامات الساحر يعني إزاي مولانا أعرف أن الشخص ده هو ساحر أولاً السما حينما ترى هذا الرجل إذا وضع الله سبحانه وتعالى في قلبك القبول فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل إليك هذه الرسالة أما إن جعل الله سبحانه وتعالى في قلبك الرفض إلى هذا الرجل فاعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث إليك هذه الرسالة بدليل؟ بدليل إيه؟ إذا أحب الله عبداً نادى يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبه ويا أهل الأرض إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيضع الله الله القبول عند الشجر والحجر فيحبه كل الناس حينما ينظرون في وجهه أما إن كان غير ذلك ويعص الله سبحانه وتعالى على ملأ ويعص الله سبحانه وتعالى في السر والعلن ينادي الله سبحانه وتعالى ويقول يا جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضوه فلا يضع الله سبحانه وتعالى له القبول لا عند الشجر ولا عند الحجر فإذا رآه إنسان في هذا الوقت لا يحبه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع في قلبهم البغضاء والقراهي تاني حاجة من علامات الساحر وأرجو من المشاهدين الآن اللي بيسمعوني تجيب ورق أو آلم أول حاجة السم تاني حاجة سؤال المريض عن اسمه واسمه أم يعني إذا وجدت إنسان وهذه مشكلة يمر بها بيوت المسلمين إذا جاء إليك إنسان وقال لك اعطني اسمك واسم أمك اعرف إن دادك جال على طول يحارب دين الله سبحانه وتعالى ويتعامل بأشياء لا ترب الله سبحانه وتعالى تالت حاجة طلب المريض أشياء من أثر يعني إزاي أنت الوقتي جيت لساحر والعياذ بالله أول حاجة بتكون السمه تاني حاجة سؤال المريض عن اسمه واسمه أم تالت حاجة طلبه من المريض عن أشياء من أثر يعني بيقول له اعطيني مثلا عمامة اعطيني شيء من ملابسك وغالبا يقول له والله أنا عايز ملابس تكون سوري في الله عرقان فيها لا بد أن أنت تكون عرقان فيها علشان الخدم اللي معايا ما بيشتغلوش كده وحاشى لله سبحانه وتعالى أن نعلم ونعرف الغيب لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ربح حاجة طلبه أحياناً لحيوانات يعني علامات السحر زي ما احنا ماشيين واحدة واحدة ربح حاجة طلبه أحياناً عن حيوانات بألوان وهي اللون الأسود وقد جاءنا اتصال فحينما سمعت هذا الاتصال والله دحكت كثيراً حينما جاء إلي اتصال وقال والله يا شيخ إن الشيخ طلب مننا قلت له مدام الشيخ قبل ما يكمله قلت له مدام الشيخ قالوا لي والله هو طلب مننا ذكر بط وما يكونش فيه ريشة بيضة قلت له سبحان الله وقالوا لم نجده في المكان وبعتنا المصر عشان نجيبه وما أنا أشلى بالسعر بسعر عالي أوي قلت له سبحان الله الخير والشفاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الخير والشفاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فآيات الرقية الشرعية كلها تحس على الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ويشف صدور قوم المؤمنين فيه شفاء للناس أهيات الرقية الشرعية تجد فيها سبحانك يا رب تجد فيها الراحة لأنك حينما تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وكأنك تتحدث مع الله وتشكو إليه همك وغمك وتدعو الله سبحانه وتعالى بتضرع أن يشفيك من الأمراض والأوجاع والأسقام بعد ذلك خمس حاجة كتابة طلاصم معين وديت المشكلة اللي بنعاني منها الوقت يقول لك والله اعطيني اسمك واسم أمك وبيكون معاه ألم أحمر بيكتب به طلاصم وحروف مفرقة إذا وجدت هذا الشخص يتكلم معك فاحذر منه ليه؟ لأنه في الوقت ده بيعمل أرقام وحروف وطلاصم وأسماء من الكواكب وأسماء من الجن فاحذر منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذهب فيما معنى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى دجال أو إلى عراف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإذا جاءك هذا الشخص لابد أن تعرف علامات وبعد ذلك رفع الصوت بتلوات القرآن في آيات معينة وبعد كده ما تفهمش منه حاجة دي كلها علامات الساحل رفع الصوت بتلوات آيات من القرآن وبعد شوية تلاقيه بيتكلم على الشفايف وما تفهمش منه أي شيء وكأنه يحدث أو يتكلم مع أشخاص لا تراهم بعد ذلك إعطاء المريض ما يسمى بالحجاب ولا حول ولا قوة إلا بالله لما بنجي نتجوز الوقت في الزمن اللي إحنا فيه يقول له لابد أن أنت تتحصن نفسك وتلبس حجاب وكأن الحجاب هو الذي يمنع قدر الله سبحانه وتعالى ويمنع الأزى والضر لأن الأزى والضر لابد أن يأمر الله سبحانه وتعالى به فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد قتباه الله لك وإذا اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد قتباه الله لك فيعطي المريض حجاب يقول لك إصل الحجاب ده بقى هو اللي هيجلب الخير والسعادة فحينما يتزوج يلبس بقى يعني أشياء رصاصة وحاجات ما ترضيش ربنا وقول لك يا عم أنا محصن نفسي لإن إحنا جرنا الفلان بيحضر جن وعفريت والعياذ بالله علشان يربطني ليلة الدخلة أقول لك اتق الله فلابد أن تقرأ آيات الله سبحانه وتعالى وترقي نفسك وتحصن نفسك حينما تأتي إلى الزواج بعد ذلك أمر المريض بدفن أوراق يعني بيعطيه أوراق كده وقول له خد الوراق دي تدفنها علشان ما يصيبكش مرض ولا يصيبك أي شيء لإن حينما تدفن الوراق ديه اللي هتدفنه هيكون لك وقاية من الجن ومن السح والعياذ بالله أحيانا يطلب من المريض ألا يلمس الماء لمدة أربعين يوم طيب ليه كده يعني يؤمر المريض أنه هو ما يلمس الميه علشان الجن يقدر يتملك منه ليه كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليتوضى فإن الغضب من الشيطان فإن الشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء فإذا غضب أحدكم فليتوضى يا أخي هذا الوضوء حصن لك من الله سبحانه وتعالى حتى تنجو من هذا المخلوق لأن الله سبحانه وتعالى قال وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي أن الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل غاية واحدة ألا وهي العبادة أن نعبد الله سبحانه وتعالى في السر والعلد أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونحن قيام ونحن جلوس الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه يا أخي إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى في السر والعلن فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سينجيك بدليل أقرب ما يكون العبد من ربه كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكسره من الدعاء وأيضا إعطاء المريض أشياء يدفنه يعني يقولك اعطيله حاجات يدفنه يدفنها والعيز بالله في مقابر يدفنها تحت عتبه وهذه الأشياء ما أنزل الله بها من سلطات اللي بيسمعوني الوقت عبر هذه الشاشة لا بد أن تركز وتفرق بين الحلال والحرام فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات فلا يتشابه عليك علامات الساحر إعطائه أحيانا نوعا من الحجاب فيه حروف مقطعة يعني يقوله والله الحجاب دهوت لا بد أن تكتبه في نحاس يعني تكتبه في حل كبير بالمعنى البلد بتاعنا يقوله اكتبه في حل كبير علشان تعمه البركة والفائدة بعد كده التحدث ده علامات الساحر كله بعد كده التحدث أحيانا مع أشخاص غير منظورين في المجل يعني بدليل وهو قاعد مع المريض يقول والله سمحوه هو ما يعرفش هو خط عليكم هو يعني نطلب منكم العفو والسماع فلا تتضرع إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده الضر والنفع فسبحانه وتعالى قادر وهو على كل شيء قدير الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تاني حاجة في حلائتنا النهاردة تعريف المعالج أنا أعرف المعالج إزاي المعالج إذا جاء إلي شخص وقرأ آيات الركيا الشرعي قرأ وحدد أسباب الأزل يعني ممكن شخص يكون عنده مس ويقول لك والله ده عنده سح يعني شخص ممكن يجيب في مكان مظلم وتخضي فيه وممكن يكون شخص تخضي أعزكم الله في الخلاء أو في الحمام أعزكم الله فيحصل عنده مس أو يبكي في الحمام يعني إذا جاء إليك معالج لابد أن يتكلم بعد الطبيب فحينما تأتي إلينا حالة أول سؤال أنت رحت للطبيب يقول والله أنا رحت بس ما جابش معايا نتيجة وقال لي أنت مفيش عندك سبب طبي أن أنا أقدر أعالجك عليه بعد كده أسأله أنت رحت للطبيب النفسي يقول والله رحت له وخدت كرصات وبرضه زي من بعد كده بيكون فيه دور القرآن والسنة ونقرأ بآيات الروكية الشرعية على هذا الشخص فيجعل الله سبحانه وتعالى فأقول لمن يعاني من أي مرض لابد أن تذهب إلى الطبيب بعد ذلك تعرض نفسك على معالج بالقرآن والروكية الشرعية وبنعرف إزاي الحاجات دي إن هو بييجي بيقرأ آيات الروكية الشرعية علي ولكن لابد حتى يتم الشفاء لابد أن يكون الشخص المعالج على تقوى من الله وهذه هي القيوضات الذي يجعل الله سبحانه وتعالى فيها البرك ربما إنسان يأتي ويقرأ آيات القرآن كله ويقول أنا زي مني لابد من الاقتناع أن هذا الشخص سيكون سبباً في الشفاء لأن معنا اتصال أهلاً بحضرتك يا فندم أيها السلام عليكم عليكم السلام يا سيخ هو ممكن القرين بتعطله للحن هنرد على حضرتك يا فندم موضوع القرين شكراً يا فندم بنشكورك موضوع القرين إن لا بد أن الإنسان يقرأ آيات الله آيات الروكية الشرعية ويحصن نفسه دائماً حتى لا يصيبه أزا فالقرين لا يسبب مشاكل في حياة الإنسان لأنه يولد من حين ولادة الإنسان ويموت حين وفاته فالقرين ما بيأصرش بشيء بإذن الله سبحانه وتعالى المعالج بالقرآن والروكية الشرعية نرجع لكلامنا اللي كنا بنتكلم فيه المعالج بالقرآن والروكية الشرعية ييجي ويقول والله أنت رحت يقول والله أنا رحت للطبيب وبعد كده إن الإنسان ربما المشاكل اللي عنده تكون نفسية فأول ما بنتكلم مع المريض لابد إنه هو يقتنع أن الدنيا بخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة فلا ننكر الخير من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فحينما أجلس مع مريض لابد أنني أهيئ الجو النفسي لابد أنني أهيئه الجو النفسي وقاله والله أنت ما فيش فيك حاجة بس أهم حاجة قلبك يكون معلق بذكر الله سبحانه وتعالى معانا اتصال أم محمد أهلا وسهلا بك يا أم محمد أهلا بك ليش أهلا وسهلا تفضل يا فاني إيه أنت سيادتك زي الأمر منور الشهر ربنا يحفظك يا ماما ربنا يقوي إيمانك يا ابن يا رب ربنا يبارك فيك بدعواتكم الطيبة يا فاني سؤال حضرتك السؤالي بقى أما بجاب أنا أعدى أنا أعدى لوحدي بقى لي 20 سنة تمام ربنا يبارك يا فاني معي راجل وعيالي الحمد لله رب العلين بس مسافرين برا تمام بس أنا بقى بنام لوحدي بالليل تمام بابدل هلوس كتير هلوس كتير كده بابدل هلوس تمام يا فاني أجاوب حضرتك أعمل إيه يا شيخ أجاوب حضرتك يا فاني شكرا يا فاني الحجة محمدها لما كانت بتتكلم الوقت لابد أنك تشغلي آيات الركة الشرعية في البيت حتى لا يصيبوا قمس لأن الهلوس اللي حضرتك بتتكلمي فيها أن أنت مش متعلقة ومقصرة في الصلاة شوي فلابد أن أنت تذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحيد ولابد أن تجيب ميت آيات الركة الشرعية وتوضعها في الأركان فستعموا البركة والفائدة إن شاء الله أتوارك أم محمد من الميني أهلا وسهلا بك يا أم محمد أعمل بحضرتك أعزة أسألك سيئة يا شيخ فضل يا فاني معايا بنتي سيئة عندها 28 سنة تمام موضوع الخطوبة ولا لا يعني هو مش فتاة موضوع الخطوبة هي أكثر طول تحلم بأحلام وشة في المقابل هنا وهنا في نهر وقدتها في الشيخ مره وثنين بيقول معاها بنا عايشة طيب هي متزوجة يا فاندم لا من في النوم تمام يا فاندم هي بتشتكي من المعدة بتشتكي من المعدة أيوة يا فاندم بتشتكي نعم بتشتكي أحضر طيب في وجع في الرجلين يا فاندم عندها وستحس بخنقة بتشتكي خنقة وفعت لهم في الكلمة صايمة وراء بنسبة الجواز خلاص بتتبقى مخلوقة بتتبقى فهمت شكرا لحضرتك يا فاندم أن يفك كرب المكروبين إنه ولي ذلك والقادر عليه المعالج بالقرآن والركة الشرعية بيأتي وبيقرأ آيات الركة الشرعية على الشخص وبيكون معاه أعشاب بتنظف المعد إذا سألني وسألني عن اسمه اسم أمي أقول له الحد هنا وقف لأن انت هنا دخلت في دائرة تانية لأنك تخالف الله سبحانه وتعالى فلابد أن تقرأ آيات الركة الشرعية بصوت عال ولا تخلو بمحارم الله هذه رسالة أوجهها إلى كل من يقترب من هذا المجال لا تخلو بمحارم الله سبحانه وتعالى ولابد أن تقرأ على الحالة والناس كلها موجودة لأن اللي بيشتغل في النور ما بيخافش من الضلم يعني إذا كنتني على حق مش هخاف من حاجة ولواني على باطل لابد أنني هتخفى عن أعين الناس فلابد أن تتقل لها سبحانه وتعالى لأن الناس الناس عندها تعب واعتقاد أن كل اللي بيحصل الله في حياته بسبب السحر وربما وصل إلى أفقار وصلت إليه أنني معمول لسحر ومعمول لعمل أقول لك اعمل واتقل لها سبحانه وتعالى وحافظ على أسكار الصباح والمساء وأقول لك العلاج من عند النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع طمرات كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع طمرات لم يصبه أذن ولا ضر من طمر المدينة سبع طمرات أي يجي واحد يقول لي والله يا تب أنا ما فيش عندي طمر المدينة أقول لك تصبح بأي طمر بنية الشفاء وأيضا إذا جئت بورق السدر يعني جبت ورق سدر وطحنته واختسلت به فإن شاء الله تبارك وتعالى ستعم البركة والفائدة لأن الله سبحانه وتعالى يفرج القروب وأيضا إذا جاء إلينا حالة وبيقول لي أنا دايما بشتك من بطني وبشتك من سح ببهدل حياتي وبقول والله أنا بشوف الناس دي أقول لك لا بد أن تتعلق ويتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى فإذا تعلق قلبك بحب الله سبحانه وتعالى وبحب سدن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن كل شيء سيكون ميسر بإذن الله معنا أمم محمد من القهرة أهلا وسلام بك يا فاند السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته من فدلك يا شيخ أنا أحس أن أنا دايما تعبين أنا وأزدل وواجع جامد في مهادتي ورجلاي وبحس كمان أن حياتي حتى الأحلام اللي بيشوفها حضرتك متزوجة يا فاندم آي أنا كنت لكن الله يلحمه وتوفيره رحمة الله عليه طب حضرتك معاك أولاد كبار أنا أولادي آه آه بس ابني يعني أكتر وقت بيبقى في البيت طبعا لو لو كل ما بينان بحس يعني يا دكتور طب حضرتك حضرتك في بيت عائلة ولا أعدى لوحدك لا أنا معايا يا أولادي الحمد لله بيروحوا بيجوا علي آه يعني أعدى في بيت لوحدك ومعاك أولادي لسا ما تجاوزوش لكن بيروحش أولاهم بيجوا بالسلامة يا تمام يا فاندم طيب حضرتك بتشوفي كوابيس أو أشخاص بتهاجني آه طبعا بشوف بيتي بشوف كمان يعني لو بيتي ملخبط أشوف الحاجات طب دا قبل موت الزوج ولا بعده هاي لا بعده أنا عندي السكر لما روحت للدكتور قالك إيه يا فاندم بيقولي سبب دا السكر وكده يعني أو لغبطة كده يا طيب فيه وجع في الظهر عند حضرتك جامس جدا طبعا بإننا عندي بيقولي فيه أملاح فيه مش حاجات كده تمام هجاوب هجاوب حضرتك يا أم محمد شكرا لحضرتك يا فاندم معانا الأستاذ خميس أهلا وسلام بيك يا أستاذ خميس أستاذ خميس السلام عليكم السلام دا ترى عندي بنتا شيخ تعبانة تمام ويبت كده شيخ يقولك معاملها سيح يقولك لمس طيب هي هي أنيسة ولا متزوجة وهجا بتشوفه معين عينك كده يعني اللي بيجينا بيكلموها أنيسة ولا متزوجة أه أنيسة ولا متجوزة لا لسه أنيسة تمام تمام عندها كم سنة يا فاندم الوقت حاليا أه عندها كم سنة بتشعمة بس عندها كم سنة يا فاندم عندها 22 تمام تمام 22 يا بس طيب هي تحت عينها كده من هنا أصمر اسمعني من التليفون يا فاندم طيب بتشتكي عندها دائما من المعدة ومن تحت الصدر من المعدة واترحها واتمخها وكله طيب هي هي في مرة قالت لك أنا بحس أن هما بيكلموني وبيكلم بيتشوفوا ببعضوا معها ومن ضمن الأسبوع اللي فات دي شابت قصتين قاعدين وقالولها مهما تجيبي شيخ مش هتعابك خلاص هجاوب حضرتك يا أستاذ خميس هجاوب حضرتك أولا موضوع أم حمادة علشان ما انتهش من حضراتكم موضوع أم حمادة فيه سحرة رش والبيت كله تأذى منه فلابد أن يقرأ آيات الروكة الشرعية وتحصنوا البيت علشان تعموا البركة والفائدة السؤال الأستاذ خميس اللي كان معانا لوقتها حاليا أن بنتك معمل لها سحر بوقف الحال وتعطيل الزواج ألب عندها بعش سحر بتعطيل الزواج ألب عندها بعش أي حد بقى أو اللي هما بيكلموها زما حضرتك بتفضلت وقلت بإذن الله سيجعل الله سبحانه وتعالى البركة في كلامه سبحانه وتعالى فلابدك زي ما أنا قلت لحضراتكم أعزائي المشاهدين أن اللي يرقي لابد أن يكون صادق الني ولابد أن يكون بينه وبين الله صلاة حتى تعموا البركة والفائدة وأيضا حينما يأتي إلينا أشخاص ويقول لي والله أنا بشتيك من المعدة زي ما قلت لحضراتكم وكنا معنا التليفون بسأله أنت رحت للطبيب يقول لك والله قال لي أنت ما فيش عندك حاجة وبعد كده أنا ما بحسش براحة ويعطاني علاجات كتير بعد كده بنبدأ نقرأ عليه آيات الركة الشرعية وبعد كده بنأتي ليه بعسل وبحاجات معينة بنقرأ عليها آيات الركة الشرعية فسبحان الله حينما يقرأ الإنسان آيات الركة الشرعية يجعل الله سبحانه وتعالى الفرج من عندك لأنك تتاجر مع الله فإذا تاجرت مع الله سبحانه وتعالى ترى كل شيء متسهل يعني كل شيء بتلاقيه متبسط كده لأن انت في الوقت دي بتتاجر مع ربنا وبتسعى جاهدا أن انت بتحارب الأزه ويجعل الله سبحانه وتعالى على يدك الفرج فحينما عالجت حالة من حالات والله حينما أذكرها أعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير جاء نتصال في مرة وقال لي والله أنا رحت للدكتور وقال لي والله عندك مشكلة في موضوع الإنجاب فقلت له طيب الدكتور قال لك إيه قال له والله ما فيش عندك موانع للحمد أو موانع للإنجاب أو موانع أن ربنا يجعل أطفال عندك فقلت له خلاص سنستعين بالله سبحانه وتعالى وبعست إليه وأتيت إليه بأعشاب مقرؤ عليها آيات الركية الشرعية وبعد فترة اتصل علي وبشرني وقال اللهم لك الحمد جعل الله سبحانه وتعالى البرك على يدك فرزقنا الله سبحانه وتعالى بالحمد فقلت اللهم لك الحمد فسجدت لله سبحانه وتعالى شكرا على ذلك لأن حينما تجد نعمة لابد أن تشكر الله سبحانه وتعالى بدليل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه يعني لابد أنك تشكر الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك نعمة حتى تشكره عليه وناخد اتصال معنا الأستاذ محمد أهل المسائل والله يا شيخنا أنا كنت قبل كده طبعا كنت أحسس بديوخة دايما بحس بديوخة وبحس بألم تمام وفي الضح وفي إدية تمام وجبت ناس طبعا فيه واحد قال لي فيه حاجة عندك يا فيه مسيا فيه بتاعك فجبت واحد من اللي بيقرأه يعني وكده تمام تمام فجأة اتنقلت لرجل اليمين ولقيت سوب على رجل الكبير حضرتك والتالي بيتهز وهز وفظيع طيب حضرتك من النوع اللي قلبه ضعيف شوية لا 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 طبعا أنا عندي إمان بالله طبعا قبل كل شيء تمام كمل يا فاند قال لي خش المسجد يعتر يقع تمام بعد ما كنت منظم على صلاة الجماعة حضرتك حضرتك كم سنة يا فاند حضرتك كم سنة أنا خمسة وخمسة تمام يا فاند حضرتك في البيت ومعاك زوجتك وأولادك ولا حضرتك لوحدك ولا ايه لا أنا طبعا معايا زوجتي ومعايا أولادي تمام تمام معايا زوجتي ومعايا أولادي طيب حسيت مثلا بأحلام مفزعة أو أشخاص بتهاجمك في المنام إن الناس بتوكلني ناس طويلة قوي وإيديهم ملووحة كده ومتنيين وبيأكلوني هاكل أحسي إن الصدر إنه بقي ممرر من الأكل خلاص فهمت حضرتك هجاوب حضرتك يا فاند هجاوب حضرتك سؤال المتصل الآن إن حضرتك أخذت سحر مشروب فهو ده اللي أثر على حضرتك وبعدك عن صلاة الجماعة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يأذي كل من يؤذي الناس وأن ينتقم من كل ظالم لأنك حينما تسعى في ظلم الناس فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يسامح في حق المظلوم فاتقي دعوة المظلوم لأنها ليس بينها وبين الله حجاب ربما يأتي المظلوم ويدعو عليك دعوة وتكون السماء مفتوحة في الوقت ده فيقبل الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة لأنك ظلمت ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يسامح في حقه ولا يسامح في حق العبد أبدا لأنه لابد أن يأخذ المظلوم حقه ربما يكون في الدنيا قبل الآخرة وربما يكون في الآخرة بعقاب الله سبحانه وتعالى بدليل حديث يرويه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين الخلائك محرمة فلا تظلم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي هذه أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا بد أن تقف مع نفسك يا من تسعى في ظلم الناس وأقول لك الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما السقي الكافر منها شربة ماء يعني لا بد أنك تعلم أن هناك عقاب على ما تفعل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الذي يكتب الحسنات ويكتب السيئات فالمصيبة الكبرى أنك تتحمل سيئات وتحملها على كتفك ويسألك الله سبحانه وتعالى حينما تقف بين يديه لماذا ظلمت عبدي ويقول بلسان الحال ما حصلش أنا مأزتهمش أنا ما جيتش عليهم في الوقت ده بتشهد عليك الجوارح تشهد عليك الإيد وتشهد عليك الرجل ويشهد عليك السمع ويشهد عليك البصر فاليد تقول أنا بطشت واللسان والفم يقول أنا للحرام أكلت والسمع يقول أنا للحرام سمعت والبطن تقول أنا للحرام حويت حويت في بطن من أكل الربا ومن أكل ظلم الناس ومن ظلم اليتام والفقراء والمساكين أقول لك يا من تدعي أنك تملك كل شيء فاعلم أن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحانه وتعالى قادر الذي أعطاك كل شيء في لحظة أن يسلب منك كل شيء لأنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل لك السمع والبصر والفؤاد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعمة البصر لو نظرت إلى نفسك في المرآة وتقول إن الله سبحانه وتعالى أعطاني نعمة نعمة واحدة لو ظللت تشكر الله سبحانه وتعالى عليها ليل نهار وهي نعمة البصر ما وفيت نعمة الله سبحانه وتعالى علي معنا اتصال مدام منا أهلا وسهلا يا أستاذي مني السلام عليكم عليكم السلام أزاك يا فضلت السيد من أحفظك كيف أنت ربنا يبرك في حياتك ويبرك لك يا رب ما يحفظ فاعزي أقول لحضرتك أنا أصلا أختي جوزي سرعت كل جهازي نعم أختي أختي جوزي خديت كل جهازي يعني أنا جيت أتجوز خديت سرعت كل جهاز ماشي؟ تمام فطبعا أنا كل يوم أحزن بطريقة جامدة يعني بصعبان علي طبعا أنا أشتغلت وسعبت وهي خديت كل حاجة ما خليت سيش تمام فطبعا أنا من بعد كده بقت أجي مثلا وأنا أجي نام ما بنامش تمام وبصة لقيت تعبين سودة والدم عناي شايفة هنا مغمضة أفتت عناي لقى نفسي تعبين فعود حزبا كتير تمام وبعد كده ألاقي نفسي بعد كده نام وعود أرأى القرآن عشان نام طيب حضرتك بتشوف أشخاص حضرتك بتشوف أشخاص بيهجموك في المنام أو بالضرب أو بالأذى لا أنا حد بيحس كده أنا حد بيتمامني يقولي أنت إيه لي ما عادت ما تسيب البيت وتنشي أنت إيه هذا معجوزك ليه ما تنشي تمام تمام يا فاني أجاوب أجاوب حضرتك شكرا لحضرتك أستاذة مني سؤال الأستاذة مني أبشرك بشرة من الله سبحانه وتعالى بدليل حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من اغتصب شبرا ليس من حقه طوقه الله به في جهنم سبعين خريفا لا تخاف ولا تحزن اللي أكل حقك ده لا بد أنه سيأتي يوم ويعرف أنه أخذ حقا ليس من حقه ويعتذر ويطلب المسامحة منك أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم تاني حاجة عن سؤال حضرتك المنامات اللي أنت بتشوفيها وإن بتحس إن في حد بيكلمك ده يا فندم سحر تفريق لأن العلاقة بينك وبين زوجك مش كويسة بالمرة العلاقة في الكلام وفي كل شيء مش كويسة فهناك جن مصخر أن ينغص عليك كل حياتك حتى لا تجليسي ولا تقعدي في هذا البيت فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي إليك بيتك ونحس دائما على الترابط الأسري بين الناس حتى لا تخرب البيوت ولا يشرد الأطفال لأن الذي يتحمل المسئولية بعد انفصال الزوج والزوجة هم الأبناء وربما ننشئ جيلا لا يتق الله سبحانه وتعالى فدائما وأنا مبسوط دائما من دعم الدولة للشباب لأن الشباب هم حماة المستقبل ولأن الشباب لديهم فكرة أن يكونوا مصلحين فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا إنه وليه ذلك والقدر عليه وأيضا نرجع لموضوعنا إزاي هعرف أن الإنسان ده عنده سحر إذا كان عنده الأعراض اللي اسمعناها من السادة اللي اتصلوا علينا الوقت على الله نبدأ وبسم الله نتوكل وتعم البركة والفائدة في كلام الله لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق داء إلا وخلق له دواء فحينما جعل الله سبحانه وتعالى الداء قبل أن يخلق الداء خلق له الدواء فلا تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى وأيضا حينما اتصل علي في مرة من المرات كان هناك رجل قد أصيب بالربط ليلة دخلته فاتصل علي فحينما جلست معه ابتسمت ابتسامة خفيفة وقال والله يا شيخ الدنيا مأفولة في وشي قلت له ليه الدنيا لسه بخير أقل لأني أنا كنت بنتظر اللحظة دية وإن الصبين والدجالين منعوا الفرحة بتاعتي فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم منهم فقلت له لا تقلق لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق داء إلا وخلق له دواء فبشرته أولا أن حياته ستكون سعيد أول شيء بشرت به قلت له إن شاء الله حياتك ستكون سعيد تاني حاجة قلت له إن شاء الله وقدمت المشيئة لا أتكلم من تلقاء نفسي قلت له لا بد أن تحدث مشكلة حتى تكون الحياة لها طعم والحياة تكون لها فايدة كده عشان نعرف لأن الإنسان خلق في كبد وفي تعب وفي مشقة فلا بد أنك تتحمل هذه المسئوليات والمشاكل وتواجهها بكل لين ويسر لأن القوي من يتحمل المسئولية ويواجه أي مشكلة فحينما تكلمت معه قلت سيبشرك الله سبحانه وتعالى بعدما يزال عنك الغمة بإذن الله سبحانه وتعالى سيبشرك الله سبحانه وتعالى بالخلف الصالح فرزقه الله سبحانه وتعالى بالخلف الصالح وكانت حياته سعيدة وإن شاء الله تبارك وتعالى سلسلة حلقات برنامج نور الحق هتكون فيها توعية للسادة المشاهدين ولا أنسى دائما من يقوم بخدمة الناس ويقوم بخدمة وطنه ويقوم بخدمة أهل مركز ومدينة بالآس إنه المهندز يسر المغازي المحبب إلى قلبي وكيل لجنة الإسكان وعدو مجلس النواب المصري فأسأل الله تبارك وتعالى لأن هذا الرجل يعمل ليل نهار ويبدي بالخطوات في خدمة الناس ولا أنسى أم أشكر أخي وحبيبي الأستاذ محمد الملكي فجزاه الله خيرا ولا أنسى حضرتكم من الدعاء اللهم اشف صدوركم المؤمنين إنك على ما تشاء قدير نعم المولى ونعم النصير فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة